بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في بداية هذا الفصل الدراسي الثاني والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فصل خير ونجاح وتمكي بإذن الله تعالى واليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ في حفظ صورة جديدة ألا وهي صورة قريش وكما تعودنا إخواني وأخواتي وقبل أن نبدأ في تلاوة أو في حفظ أي صورة أن نتذكر وإياكم آداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله عز وجل أيضا من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي سنأخذ سويا هذه الصورة المباركة سوف أقرأها ونكررها ونحفظها سويا حتى نتقنها بإذن الله تعالى سأبدأ في قراءة أو في تلاوة هذه الصورة وأنتم بارك الله فيكم كرروا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئينا في قريش لئينا في قريش لئينا في قريش إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ 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 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف 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 بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وكررنا سويا هذه الصورة المباركة دعونا الآن ننتقل سويا إلى القارئ ونستمع إلى القارئ وهو يتلو هذه الصورة المباركة فأريد منكم بارك الله فيكم أن تكرروا مع القارئ حتى تتقنوا هذه الصورة بالشكل المطلوب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أطعمهم من جوع ويبس إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات ونتدارس وإياكم أبرز الأحكام التجويدية فمن أبرز الأحكام التجويدية في هذه الصورة المباركة في قوله سبحانه وتعالى إلى فيهم رحلة إلى فيهم رحلة هنا ميم ساكنة أتى بعدها حرف الراء والراء من حروف أحسنتم من حروف الإظهار من حروف الإظهار هنا نظهر الميم الساكنة نظهر الميم الساكنة في قوله عز وجل الشتاء هنا مد ما نوع المد هنا؟ أحسنتم مد متصل لماذا مد متصل؟ لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة فلما اتصل في كلمة واحدة نسمي هذا المد مد متصل وحكمه وجوب المد وجوب المد بمقدار أربع إلى خمس حركات وجوبا أيضا من الأحكام إخواني وأخواتي في قوله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم أيضا نلاحظ هنا مد لكن ما نوع المد في هذه الكلمة؟ أحسنتم مد منفصل لماذا منفصل؟ لانفصال المد عن الهمز فالمد جاء في آخر الكلمة الأولى وأما الحرف الهمز فقد جاء في أول الكلمة الثانية إذن انفصل المد عن الهمز فكل منهما في كلمة فهذا نسميه مدا منفصلا مدا منفصلا وحكمه أحسنتم نعم هو جواز المد يعني يجوز أن نمد بمقدار حركتين أو أربع إلى ست حركات أيضا من الأحكام إخواني وأخواتي في قوله عز وجل من أطعمهم من جوع ميم ساكنة أتى بعدها حرف الميم وهذا الحكم نسميه إدغام أحسنتم متماثلين صغير إدغام متماثلين صغير لأن الميم الساكنة حينما يأتي بعدها أيضا حرف الميم فيكون حكمها إدغاما فيكون حكمها إدغاما للتماثل وأيضا من الأحكام في قوله سبحانه من جوع نون ساكنة أتى بعدها حرف الجيم والجيم من حروف أحسنتم الإخفاء من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء أيضا في قوله سبحانه جوع و جوع و هنا تنوين أتى بعده حرف الواو والواو من حروف أحسنتم الإدغام بغنة الإدغام بغنة بمعنى ندغم التنوين في الواو إدغاما بغنة مع خروج الغنة أيضا في قوله سبحانه وآمنهم من جوع وآمنهم من جوع الحكم هنا أيضا مثل ما ذكرنا في قوله أطعمهم من جوع ميم ساكنة أتى بعدها حرف ميم أو حرف الميم فهذا إدغام متماثلين صغير أيضا من الأحكام في قوله سبحانه من خوف نون ساكنة أتى بعدها حرف الخاء فماذا نسمي هذا الحكم أحسنتم وبارك الله فيكم يسمى إظهار إظهار حلقي لماذا إظهار حلقي لأن الخاء من حروف الإظهار الحلقي وسمي حلقيا لأن الخاء مخرجها من الحلق مخرجها من الحلق إذن هنا النون حكمها إظهار لأنه أتى بعدها حرف الخاء وهو من حروف الإظهار الحلقي هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الصورة المباركة وبعد أن انتهينا من الأحكام التجويدية ننتقل الآن إلى معاني الكلمات فهنا يقول سبحانه وتعالى لإلى في قريش يعني اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف أي اعجبوا أيضا من انتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه فإن قريشا كانت تسافر من مكة إلى اليمن ومن مكة إلى الشام وهم مطمئنين وفي أمن وأمان ثم قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت أي بهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم من نعمة الأمن الواجب عليهم أن يشكروا الله ويعبدوا رب هذا البيت الذي يعتزون به وهو الكعبة وبسببه نالوا الشرف والرفعة فإن قريشا لم تنل تلك الرفعة والشرف إلا لأن الكعبة كانت في مسكنهم وقوله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من فزع وخوف عظيم وهو الله سبحانه وتعالى إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نلتقيكم في الجزء الثاني من هذه الصورة المباركة نلتقيكم على خير إخواني وأخواتي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته